موسيقى اهلا بكم الى هذا الموجز دخل اتفاق الهدنة في قطع غزة يومه الرابع والاخير واستحالة ترقب حيال امكانية تمديدها في ظل تأكيد المقاومة الفلسطينية رغبتها في بحث زيادة عدد المفرج عنهم من الاسرة وذكرت وسائل واعلام صهيونية ان حركة حماس سلمت الاحتلال اسماء 11 اسيرا سيطلق صراحهم الاثنين ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق تبادل الاسرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الاحد الى الاثنين 56 فلسطينيا من انحاء متفرقة في الضفة الغربية وافدت وكالة الانباء الفلسطينية بان قوات الاحتلال اعتقلت 29 فلسطينيا من الخليل في حين اعتقلت 6 اخرين من بلدة جبع في محيط مدينة جينين كما شملت حملة الاعتقالات مواطنين من محافظة نابلس وبيت لحم ورمالله لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات منذ 7 اكتوبر الماضي الى 3260 فلسطينيا اصيب ثلاثة طلبة فلسطينيين مساء السبت في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الامريكية بعدما اطلق مسلح النار عليهم وافادت وسائل اعلام محلية نقلا عن الشرطة الامريكية بان طلب الجمعيين الثلاثة كانوا يسيرون في مدينة بيرلينغتون في طريقهم لعشاء عائدي قبل ان يهاجمهم مسلح ويطلق النار عليهم ثم يلوذ بالفرار فيما وصفت الشرطة جروح احدهم بالخطيرة وفي حين اكدت الشرطة انه لا يوجد ما يشير الى دوافع المهاجم باستثناء لباس الطلبة اشارت الى انها لم تتعرف على هوية مطلق النار هذا وادانت الخارجية الفلسطينية جريمة اطلاق النار التي تعرض لها ثلاثة طلبة فلسطينيين في ولاية فيرمونت الامريكية الخارجية الفلسطينية في بيان طالبة السلطات الامريكية المتخصصة بسرعة القاء القبض على المجرم والتحقيق معه ومحاسبته وافادتها بنتائج التحقيق اعلنت القيادة الوسطى الامريكية الاثنين اطلاق الصاروخين باليستيين من اليمن باتجاه مدمرة امريكية بحرية في خليج عدن القيادة في بيان لها نشرته عبر منصة اكس اكدت ان الصاروخين الباليستيين سقطا في خليج عدن على بعد عشرة اميال بحرية من المدمرة الامريكية دون ان يحدثا اضرارا بها يتوجه وزير الخارجية الصيني وونغ يي الى نيويورك لترأس اجتماع مجلس الامن الدولي حول العدوان الصهيوني على قطع غزة الاربعاء المقبل وجدد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين دعوة بلاده الى تحرك عاجل لوقف الازمة الانسانية في قطاع غزة انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الالكترونية للقناة في الخدمة اشتركوا في القناة